وظيفة شؤون العاملين إدارة الموارد البشرية وده الاسم الألطف لأن هي موارد لأن البشر استثمار بعضنا بيفتكر أنها وظيفة محطوطة عشان تغلس على الناس عشان تدائهم لكنها من أهم الوظائف الموجودة في كل الشركات يمكن بمفهومها الحالي عمرها مش كبير يعني إحنا ما تعودناش قوي أو الشركات ما تعودتش على فكرة الـ HR غير من حوالي 10-15 سنة تقريباً كده لكن زي ما كنا بنتكلم عن بيئة العمل وإنه إزاي الشركة تخلق بيئة عمل وظيفة الـ HR واحدة من أهم مهامها أنها توفر بيئة عمل جيدة بس للاتنين للشركة توفر لها موظفين أكفاء يشتغلوا ويتطلعوا نتائج وكمان للموظف نفسه توفر له بيئة عمل عادلة وأجر عادل لكن طول عمرها يا حرام مهنة روتينية إحنا متخيلين الراجب تاع الـ HR ده بيقعد يبص على CV ويستف الورق وبس الحقيقة إنه شخص لطيف جداً وإحنا من كتر حبنا فيه ومن كتر عدد الـ HR اللي سابونا في نص الطريق وبعونا وما ردوش علينا إحنا النهاردة هننتقل هنقول العشر كتبات اللي بيجدبوها بعض الناس اللي بيشتغلوا HR هو حلقة الواصل اتفقنا لكن بعضهم بيقولوا حاجات غير معقولة كتبة الأولى إنه هيبصلك كده بحنية مصطنعة ويقولك هنرد عليك بعد أسبوع عارفين زي معناها إيه؟ مش هيرد أصلاً شو إحنا أسطر وعارفين مش هيرد 90% مش هيرد الكتبة الثانية هو إنه لو أقنعك يعني أو لو في الانترفيو كده أنت بتتكلم وبطل يبص عليك وبتدي يبص في الكمبيوتر وعمل نفسه مشغول في حاجة تانية يكمل قال لك كمل كمل اعرف على طول أنك متقبل هو فقط الاهتمام بيك وبيجدب عليك لما بيقولك أنه مشغول في الشغل الكتبة الثالثة لو سألت لو أنت بقى موظف موجود معاه في الشركة وسألت بقى حاجة عن التأمينات عن الاستمارات عايز جواب لقدمه للبنك هيقولك الجملة المشهورة التأخير مش من عندي صدقني الكتبة الرابعة أنه لما يقولك في إعلانات التوظيف كلام لطيف ليه دعوة بيئة عمل جيدة مرتب مجزي وعدد ساعات عادل بالعربي كده 90% مش هيعرف يلتزم قوي بكل الإغراءات اللي قاله لك دي في إعلان الوظيفة الكتبة الخامسة المسمى الوظيفة إدارة شؤون العاملين لكن بعض الناس اللي تشتغل الشغلانة دي بتدير شؤون المؤسسة بتنسى الحتة دي كتبة لما يقولك أن أنا فرق معايا قوي قوي مصلحتك كتبة السادسة لو قابلت واحد من شؤون العاملين في مؤسسة تقليدية كده وكنت بتدور على ورقة شاهد التخرج مثلا يا ويلك لأنك هيقول لك أن أنا هدور عليها والأسبوع الجاي هتيجي تستلمها دوعة تسد هو مش هيدور الكتبة سابعة في سؤال محدش فينا فهم إحنا بنتسئله ليه وغالبا محدش فينا عنده الإجابة النموذجية ليه بس كل أو معظم بتوع الـ HR بيقولوا لنا شايف نفسك فين بعد خمس سنين هو شخصيا ما عندوش إجابة لي فما تصدقش أنه عارف أنت مفروض تكون فين بعد خمس سنين الكتبة التامنة ما تصدقوش لو قالك للأسف ما عرفش مرتبات حد الـ HR أكتر واحد يعرف مرتبات كل الناس لكن أكيد مش هيقولك الكتبة التاسعة لو قالك إحنا دايما بنختار أفضل ناس الكتبة العشرة ما تصدقش أنه لو جالك إيميل بدايته أعزائي شركاء النجاح لا تتوقع أي خير من الإيميل ده لأنه هيبقى بعدها أكيد خبر وحش